إخوانكم يتحضرون طبعاً في الحال لذهاب لبرلين كنا وضعنا أمس التاريخ والمكان في تغيير بسيط هذا التاريخ والمكان ما زال صالح لكن نستطعوا إخواننا أيضاً أن يأتوا بموافقة لمكان أقرب اجتماع أين سيوجد تبون مع زعماء العالم الذين الآن يقررون مصيرنا كما فعلوا قبل مئة سنة إذن أين يوجد تبون فستكون الساحة هي ساحة لا ريبيبليك فإن نقدر نقوله الجمهورية أو لا ريبيبليك بالفرنسوية هي طبعاً موجودة بالألمانية ورن وضعناها على الصفحة وأيضاً يستطيع الناس أن يأتي ابتداء من الساعة 11 وليس الـ 12 أو الزوج إذن يستطيع الناس اللي يريد أن يأتي مبكراً أن يفعل يوم الأحد وفي حديث على أن ربما أيضاً تبون يحضر لقاء هنا جامعة الحكومة البريطانية جامعة بعض الأفارقة ومنهم بعض كبار المجرمين مثل السيسي ومثل العصابة التي تحكم بلادنا فاحتمال كبير يوم الثلاثاء إذن أهل بريطانيا ومن يستطيع أن يأتي من البلدان المجاورة إذا تأكد تبون يوم الثلاثاء في بريطانيا فسيكون مظاهرات أخرى أيضاً لنفضحهم أينما ذهبوا أينما ذهبوا لبلد يسمح فيه القانون بالتظاهر سيتظاهر الجزائرين الأحرار بإذن الله ولماذا؟ لما سألني واحد هذا ما تكلمت فيه أنا من قبل لكن خلينا نزيد نشرح لماذا لأن الدكتاتوريات التي تحكم المنطقة هذه كلها هي دكتاتوريات لا تستند على أي شرعية شعبية ولا شرعية تاريخية ولا شرعية أخلاقية ولا شرعية سياسية لا شيء كل ما هناك أنهم يأتون بالدبابة يفرضون شخص وفيما بعد يلتجئون للقوى الخارجية التي تكون في الغالب هي التي ساعدتهم للوصول باش تدعمهم إذن في غياب الشرعية الشعبية اللي هي الحكومات المحترمة والأنظمة المحترمة تبحث عنها دائماً فإن هذه الدكتاتوريات الجبانة الفاشلة الرديئة خائنة بطبعتها فتلجأ للقوى الخارجية في الغالب قوى استعمارية قديمة ولا جديدة لكي تدعمها القوى الاستعمارية ما هيش منظمات خيرية دول كبرى أو حتى الصغرى ما هيش منظمات خيرية إذا شفت دولة تدعم في نظام حكم فهي لها مصالح قد تكون المصالح مشروعة قد تكون قد تكون لكن في غالب الأحوال في 99% من الحالات مصالح غير مشروعة ما تريده العصابة متبقية في حكم الجزائر ولأن شعبها ضدها ويخرج منذ حوالي 11 شهر ضدها فهي تبحث عن شرعية من الخارج والشرعية من الخارج أساساً بالنسبة لعصابتنا يرونها في فرنسا أولاً ثم في الولايات المتحدة روسيا الصين ودول أوروبا الأخرى في هذه البلدان يجدون شرعيتهم طبعاً بالنسبة للروس والصين لا نستطيع أن نتظاهر هناك لأنها هي أصلاً ديكتاتوريات وضيف إلى ذلك أن لا يهتمون أصلاً هم يعتقلون حتى شوفوا هونج كونج وشره دائرة الصين مع هونج كونج على سبيل المثال واجدرت روسيا مع وش ره دائرة مع كثير من الدول المحيطة بها اللي تسمى بدول تحت صوفيتي السابق واجدرت مع الشيشان إلى آخره تبقى الدول الغربية دول الغربية لو كان تستطيع منع هذه المظاهرة تمنحها لكنها هي تعرف أنها لا تستطيع القانون لا يسمح لهم ولو كان يمنعوا مظاهرة يستطيع الناس هنا تطلب باش تروح للظاهر يمنعوك تستطيع أن ترفع دعوة إلى القاضي وتقول لهم منعوني خليهم يجيبوا الأدلة لاش منعوني إذن ففي الغالب الشرطة في الدول الغربية ما لا تمنع في الغالب يعني إلا استثناء وكين مرات وين منعت ناس والناس راحوا عند القاضي والقاضي يفرض على الشرطة الموافقة وألغى قرار الشرطة تحت أحذيتهم لكن عموما لأن تقاليدهم تسمح بالتجمع والتظاهر والمظاهرات فنحن باعتبارنا متواجدين في هذه البلدان نستفيد من هذا القانون أما هم لو كانوا استطاعوا واحد مننا ما يتظهرش ما يتظهرش لكن الحمد لله أن القانون فوق الجميع هذه أولين اللي يفهم بعض إخواننا لأن بعض الذباب يقولوا ما عاشتوا سمحوا لهم باش يتظهروا لا لا ما كاش يسمحنا نحن نخبروهم باللي حين نتظهر في ذاك المكان باش الشرطة تنظم الطريق وباش تكون متواجدة بالقرب باش يحدث عنف ولا تقدر تدير السلم تدير الأمل هذا دور الشرطة ما عدا ذلك ما كانش ما فيش لا تدخل سياسيين ولا تدخل أي إن كان هذا واحد الأمر الثاني إحنا حينما نتظهر في برلين أو في لندن أو في باريس أو في روما أو في مادريد أو في وعين ذهبوا بإذن الله سنتظهر فإننا لكي نقول العالم أجمع بأن الشعب الجزائري لا يقبل هذه العصابات أن الشعب الجزائري لم ينتخب تبون اللي انتخب تبون هما الجنرالات هما اللي وضعوه حتى بأرقامهم هم الكاذبة والمزيفة كانت ربعين بالمئة ربعين بالمئة ليس هو الأغلبية نحن نعرف أن في الحقيقة لم تتجاوز عشرة في المئة ربما حصل ستة في المئة ثمانية في المئة ربما تسعة في المئة ربما لكن هم وفيه شهادات كثيرة من وزراء سابقين رؤساء وزراء سابقين قالوا كل انتخابات دائما مزورة والناس عايزت عايشها هناك إذن لكي يفهم العالم أن الجزائرين اليوم أصبحوا من القوة بمكان أنهم لن يسكتوا على ما سكتوا عليه في العشرين سنة الماضية أو الخمسة وعشرين سنة الماضية لأن كانوا خايفين كانوا مش عارفين خاصة أن فيه ثورة شعبية قائمة والنقطة الأخرى أن الجزائرين اللي في الخارج اللي هم يحبوا يعاونوا لساكنهم الوطن حتى هموا مش ساكنين فيه ليريدوا القيام بأشياء كثيرة تأتيهم فرصة مثل هذه جاءت فرصة الانتخابات المزورة فالحمد لله شرفنا الجزائريون في أغلب المدن لم تكن هناك انتخابات في القنصليات وفي السفرات قليل جدا وهما اعترفوا أن النسبة كانت محدودة جدا يعني فيه أفضل حالات كانت توصل ثلاثة ربعة خمسة في المية فقط ومرات ما كانت شفت حتى ثنين في المية إذن كانت ضربة قوية جدا ومست في شرعيتهم أمام العالم الخارجي نريد أن نكمل هذه المسيرة كيف نكملها؟ أينما يتحرك هذا التبون يتحرك الجزائريون ليرفعوا شعارات ضده ويستحسن أيضا أينما يتحرك ما يسمى بوزير الخارجية نفعل نفس الشيء وأينما نسمع بوفد وزاري نفعل نفس الشيء بل نذهب أكثر من ذلك لأن أموالنا رأي تصرف القنصلية والسفارات على أبناء العصابة وأصحاب العصابة أينما تسمعون إخواني بأن السفير ما يسمى بسفير جزائري سيقدم ريسبسيون أو سيذهب إلى احتفال أو ليسمع يعني كان خمسة من الناس عشرة من الناس سبعة من الناس العالم الوطني وأنا أشيد الحراك وراه كلما زاد العدد كلما كان قويا ومن حل آخر الناس يقروا في مدينة معينة قال يلا اليوم في مثلا في عاصمة إيطاليا روما مثلا خمسين ستين جزائري يروحوا أمام القنصلية أمام السفارة ويحتجون يجب أن يحدث لهم ارتباك حقيقي ويشعرون بقلق حقيقي وبانزعاج حقيقي في أوروبا لماذا أيضا؟ لأن أوروبا هي جنتهم أوروبا إليها تهرب الأموال إليها تحن النفوس تاحهم إليها يذهب أبنائهم ونسائهم وإليها الكثير منهم يقضوا الويكانت في أوروبا بأموال الشعب الجزائري أي مسؤول تلقاوه في الشارع خطبه بكل أمان وبكل سلام لكن يقولوله أنتم لستم مسؤولين أنتم مسعورين أنتم لصوص اختفوا من وجهنا باش ما يولوش يتحركوا في أوروبا كما يريدون وكما يحبون وباش يعرفوا أنهم إذا لا قدر الله أصيبوا بالجنون وقرر واحد منهم أن يطلق الرصاص على الشعب فإن الجزائرين في كل مكان سيطاردونهم في كل مكان في كل الدنيا بإذن الله خلاص انتهى زمن الحقرة انتهى زمن الاستضعاف بإذن الله ما الحل بسيطة لتبقى الدستور المادة السابعة والثامنة إذا تبقى الدستور المادة السابعة والثامنة وقامت دولة مدنية فإننا حين نلتقي وزير أو نلتقي جنرال أو في أي مكان بالعكس قد نسلم عليه ونشكره وندعو له لكن أن تكون عصابة وتنهب أموال شعب المفقر والمعطل تنهب أموال الخزينة العامة والطرقات كارثة والمستشفيات كوارث والمدارس لا أحدث ولا حرج والجامعات حضاير هذا لن يسمح به الشعب الجزائري ولذلك قد تنهبون الأموال لكنكم لن تتمتعوا بها أبدا بإذن الله الخيار الأفضل لكم وللجميع هو أن تؤمنوا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره إذا كنتم تقولوا تقرير مصير الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وتقرير مصير الدولة الفلانية أو الشعب الفلاني من باب أولى أن الشعب الجزائري قرر مصيره من باب أولى أن الشعب الجزائري يقرر مصيره ويحكم بلده ويختار من يحكمه مش تنهبوا البلاد وتخربوها وتحولوا الأموال إلى الخارج ثم تروحوا تتسكعون وتشحتون وتطلبون الدعم الخارجي والاعتراف الخارجي نحن نعرف أنهم يدعمونكم في السر والعلن لكن على الأقل حضور مثل هذه المؤتمرات تصبح لكم مشكلة وليس فرصة تصبح لكم تهديد وليس فرصة هذه هي الفكرة العامة وهذه إخواني أنصح به حيا أو ميتا أنصح به ما دامت العصابات تتحكم في بلاد الأحرار في بلاد الثوار حي الله الأحرار في كل مكان أنا أعرف هذا الجملة أيضا تثير فيهم الجنون سيقولها الجزائرين في كل وقت بإذن الله حي الله الأحرار حي الله أحرار الجزائرين في كل زمان ومكان وإذا جاء إلى لندن بإذن الله سيتحق الجزائرين بنفس الطريق من الآن أخواني في لندن تبينوا الأمر إذا لازم الأمر بلغوا الشلطة لأن هنا في الحقيقة في تبليغ بالتليفون واختاروا مكان قريب جدا من اجتماع هذه الدكتاتوريات الإفريقية لجيلة بريطانيا هنا وتكون احتجاجات ومظاهرات ترجمة نانسي قنقر